بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين أبطال الصف الرابع الكبار نص معلوماتي الترمي التاني اللي هو الدرس التالت على طول اسمه الري على مر العصور الري على مر العصور تالت درس في منهج الترمي التاني تعالوا نشوف موضوع الري على مر العصور أول حاجة لو بصينا في الأربع صور اللي قدام نبدأ باليمين للشمال شايفين صورة راجل بيسق الزرعة عن طريق حاجة اسمها شدوف يعني الجردله مربوط في خيط بيروح منزله كده في المية وطبعا في حاجة تقيلة من وراء في العصاية دي بتخلي الجردله يترفع لوحده فأول ما يترفع وهو مليان هو بقى يفضيفين في الزرعة يلف العصاية دي كده ويروح مفضيفين في الزرعة طبعا طريقة صعبة لعملية أن أنا أسئي الزرع طيب الطريقة التانية كانوا بيعملوا حاجة اسمها سعية زي عجلة بتلف وفيها أولى له شايفينها فكانت بتلف في المية الناحية اليمين دي في المية تملى مية وتيجي تفضي هنا في الناحية الشمال ومن الناحية الشمال دي على ايه على الزرع دي وسيلة تانية الوسائل الجديدة بقى انك انت وسائل زي الرش كده بيعملوا مصورة والمصورة ترش على الارض كلها من فوق كده زي ما انتم شايفين الطريقة الرابعة طريقة النقط ان المصورة دي يتتخرم مسلا قرم صغير كده مش يبقى فيها حاجة بترش زي كده لأ قرم صغير وتنقط عند كل زرعة اهي شايفينوا نقطة طرمية نزلة ازاي؟ دول الاربع طرق تعالوا بقى نشوفهم علميا وايه وضعهم اولا قال لي احنا هنقسمهم قسمين وسائل ري قديمة ووسائل ري حديثة الوسائل الري القديمة دي نعين والوسائل الحديثة برضو نعين طيب الوسائل القديمة ايه موضوعها؟ لو بصنا عليها هنلاقيها تحتاج الى جهد كبير ووقت طويل وتهدر الكثير من الماء وتقطي انتاجا قليلا يعني ايه اولا الرجل ده عشان يسقي مثلا زرعة هيفضل يملى يملى وهيتعب قوي وهيبقى يبقى حكتين التعب والوقت هتطول معاه بعدين المياه هتتدلق منه شوية هنا وشوية هنا فتهدر المياه وهتنتي يعني لو فضل اليوم كله هيسقي حتة قليلة بس ودي نفس الكلام اما الوسائل الحديثة دي بقى تقلل زمن الري بيبقى وقت قليل وتوفر في استهلاك المياه مفيش مياه بتضيع شايفين نقطة نقطة وهنا الرش على الزرع كله وتزيد الانتاج يعني تخلي انتاج اكتر شوية تمام؟ طيب اسمهم ايه بقى دول؟ احنا قلنا الاولى دي اسمها الشادوف اه يبقى دي ري بالايه؟ بالشادوف طيب ودي اسمها ايه؟ اسمها الساية اللي هي الساقية اسمها كده ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها الري بالرش ودي اسمها الري بالتنقيط دي الري بالرش زي ما احنا شايفين رش هو ودي بالتنقيط نقطة نقطة هو زي ما انتو شايفين يبقى وسلتين ادام الشادوف والساقية وسلتين حداس او احدث اللي هما الرش والتنقيط طيب نيجي بعد كده ده الدرس بقى اللي هو بتاع كتاب المدرسة بيقول للري على مر العصور الري هو توصيل كميات مناسبة من الماء إلى الأراضي الزراعية عبر العديد من الوسائل بيعرفني يعني إيه كلمة الري الري إن أنا أروي الزرع يعني أسقيها فبيقول لي تعريف الري هو توصيل كميات مناسبة من الماء أننا نوصل ميا إلى الأرض الزراعية للأرض اللي أنا بزرعها طبع توصلها إزاي قال لي عبر العديد من الوسائل في وسائل كتيرة وقد تنوعت الوسائل دي وقال لي أول حاجة من الوسائل القديمة الري بالشادوف اللي احنا شايفينه في الصورة ده هو ده الشادوف الري بالشادوف إزاي بقى الري بالشادوف قال لي الشادوف من أقدم الأدوات التي استخدمها أجدادنا القدماء يبقى هو أداة قديمة زي ما اتفقنا ويتكون من عمود كبير يتم تثبيته على حافة النهر أهو عمود كبير تثبت على حافة النهر حافة يعني إيه؟ يعني طرف طرف النهر تمام؟ ويحتوي على دلو أو هو الدلو ده اللي هو زي الجردل أو الطبة أو الشادوف على حسن ما بتقول عليها ويحتوي على دلو وفي أحد طرفيه يتطلب الري بالشادوف جهدا كبيرا ووقتا طويلا زي ما اتفقنا بما إن ده نص معلومات لو حبينا نعمل أسئلة هنقول أول سؤال إيه؟ ما المقصوده بعملية الري؟ طبعا هنقول الإجابة دي توصيل كميات من الماء إلى الأراضي الزراعية عبر الوسائل هتبقى الإجابة عملية توصيل الماء إلى الأراضي الزراعية تمام؟ طيب لما نيجي نسأل عن الشادوف بقى نقول ما هو الشادوف؟ ومما يتكون؟ الإجابة تبقى هو من أقدم الأدوات التي استخدمها أجدادنا القدماء ويتكون من عمود كبير يتم بتثبيته على حافة النهر ويحتوي على دلو في أحد طرفيه زي ما احنا شايفين كده طيب سؤال الثالث ما عيوب الريب استخدام الشادوف؟ إيه لعيب بتاعه بقى؟ طبعا اللي هي دي يتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا الريب السائية دي بقى هي أداة على شكل عجلة كانت تستخدم في نقل الماء من المجرى المائي المجرى المائي يعني اللي هو النهر أو البحر إلى الأرض الزراعية وكانت تصنع من المعدن المقوى وفي أطرافها الكثير من الأواني الفخارية يركب نصفها بالماء والنصف الآخر فوق الأرض وتدور فتمتلئ الأواني بالماء ثم تفرغ بحوض آخر لكنها تستغرق وقتا طويلا ولا بد من الاستعامة بحيوان قوي لإدارتها السائية كانوا بيربطوا فيها حيوان قوي علشان يشغلها يعني زي ما احنا شايفين شايفين في جزء من المياه هو ده بيفضي هنا هو ده سابت الحض اللي تحت ده اللي المياه نزلة فيه من القلة ده سابت فالمياه بتفضي فيه القلة وتلف تاني وهي فاضية تروح معبية من تحت من المياه من هنا بعدين تروح مالية وتفضل مالية وأما تيجي هنا بقى وهي نزلة تروح مفضية تاني والحضة بيونقل بقى ايه للأرض الزراعية طيب تعالوا بقى نشوف الأسئلة اللي هنعملها هنا بيقول لي أول سؤال ماذا تعرف عن الساقية طبعا أقول له الكلام ده كله أداء على شكل عجلة كانت تستخدم في نقل الماء من النهر مثلا إلى الأرض الزراعية يوم أنا هقول له أداء تستخدم على شكل أداء على شكل عجلة تستخدم في نقل الماء من المجرى المائي اللي هو النهر أو البح إلى الأرض الزراعية وكانت تصنع من المعدن القوي يعني حاجة قوية طيب حلوة أوي سؤال التاني ما عيوب الرأي باستخدام الساقية نفس الموضوع اللي تحت تستغرق وقتا طويلا ولا بد من الاستعام بحيوان قوي لإدارتها تستغرق وقتا طويلا وعايز حيوان قوى علشان إيه يشغلها طيب النوع التالت هنخش على النوعين الحدث اللي هما وسائل الرأي الحديثة وسائل الرأي الحديثة زي أول حاجة مسكنا طريقة التنقيط إن أنا مثلا أجي مسورة كده ومشيها مع كل شايفي مسورة هناك هي ودي مسورة تانية هي فدي بتمشي مع كل زرعة وعند كل زرعة كده برح مديها نقطة فنقط لها كده صغير صغير بيقولي بقى لتطبيق وسائل الرأي الحديثة واستخدامها فوائد ومميزات عديدة فهي تقلل زمن الرأي والتكاليف وتزيد الانتاجية ومن هذه الوسائل الرأي بالتنقيط يبقى هنا الدني تعرف للرأي الحديثة هو صح؟ طيب إيه بقى الرأي بالتنقيط ده؟ اللي توصيل مياه الرأي إلى النباتات بكميات مناسبة وبطريقة بطيئة على شكل نقط ومن مميزاته يزيد الانتاج لأنه يتحكم في إضافة كميات المياه والسمات وتقليل نمو الحشائش الضرة لأن الأماكن اللي مش بتروح لها مية مش بتطلع فيها حشائش والحشائش دي بتبقى ضرة للنبات وبعدها بيزيد الانتاج والاقتصاد في الماء وفي نفس الوقت بيوفر لنا إيه؟ مية طيب لما نيجي نعمل أسئلة بقى أول سؤال ما مميزات وسائل الرأي الحديثة اللي احنا شفناها دي؟ طبعا تقلل زمن الرأي والتكاليف وتزيد الانتاج هي دي المميزات تقلل زمن الرأي والتكاليف وتزيد الانتاج تمام؟ طيب السؤال الثاني ما هو الرأي بالتنقيط؟ هو ده توصيل مياه الرأي إلى النباتات بكميات مناسبة وبطريقة بطيئة على شكل نقط أهو تمام؟ حلو أول طيب من مميزاته؟ أهو يزيد الانتاج صح كده؟ يبقى لو سألني ما هو مميزات رأي بالتنقيط هقول له يزيد الانتاج لأنه يتحكم في إضافة كميات المية والسمات وتقليل الحشاج ها تمام؟ سهل إن شاء الله تشوف الجزء الرابع الري بالرش الري بالرش مصورة وسط الزرعة بترش على أقصى مدى ناحية اليمين وأقصى مدى ناحية الشمال وعلى أقصى المدى يعني على نهاية اللي بتوصله النقط نعمل مصورة تانية عشان توصل يعني بس ايه؟ بنسيب مسافة عشان بتدي مين وشمال؟ بيقول لي هو إضافة المياه للنباتات على شكل رزاز رزاز اللي هي نقط من المياه هنجيب معاني الكلمات كلها ونشرحها دلوقتي من خلال فتحات الرشاش أشبه بقطرات المطر لتغطي جميع المساحة بالماء وقد يكون في خطوط مستقيمة أو على شكل دائري ومن مميزاته لا يحتاج لعناية خاصة مثل تنقية المياه ويعمل كملطف للحرارة وهو ما يتيح مناخا ملائما لنمو النبات لما نيجي نعمل شوية أسئلة عليه هنقول مثلا ما هو الريب الرش إضافة المياه للنباتات على شكل رزاز من خلال فتاحات الرشاش طيب حلو قوي مميزاته ايه مميزاته يعمل اهو اللي هي ايه لا يحتاج لعناية خاصة يعمل كملطف للحرارة يتيح مناخا ملائما لنمو النبات طيب نيجي بقى لمعاني الكلمات استخرج من المعجم معاني الكلمات ثم اضعها في جملة من انشائك طبعا هو عاوزني اجيب معاني الكلمات انا اللي هي بلا زرق دي اللي زي رزاز وزي طنقية وزي ملطف وزي يتيح وزي ملائما واللي احنا اخذناهم هناك يعني هنجيبهم كلهم اول حاجة كنجيبها بلون الازرق هي كلمة حافا 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 معناها ايه معناها طرف طرف الحافا هي الطرف طيب لما اجي حطها في جملة اقول ايه اقول مسلا يقف الصياد على طرف البحر يقف الصياد على طرف البحر او الصياد يقف على طرف البحر كلمة تفرغ تفرغ بمعنى تسكب تفض يعني نجيب مثلا تسكب الامة اللبنة في الاناء تسكب الامة اللبنة في الاناء تستغرق تستغرق يعني تأخذ بس مش تأخذ بس تأخذ وقت يعني نخليها تأخذ وقت لان تستغرق ما ممكن ياخد حاجة ويمشي لا يبقى ده مش معناها يستغرق يبقى يستغرق يعني ايه تأخذ وقت عشان كده هنضف لها كلمة وقت عشان تبان ونجيب مثال ونقول تأخذ البنات وقتا طويلا في اللعب يبقى تستغرق البنات مش بتاخذ الوقت في جبها هي لا تستغرقه طيب رزاز رزاز بمعنى قطرات الماء قطرات الماء يبقى رزاز يعني ايه قطرات الماء حلو جملة نقوله قطرات الماء قطرات الماء الناتجة عن العطس تنقل العدوى والمثال موجود في كتاب الطالب قطرات الماء الناتجة عن العطس اللي هي الرزاز دي تنقل الايه؟ العدوى طيب تنقية تنقية تنظيف تنقية يعني تنظيف تعمل الدولة جاهدة على تنظيف الماء تعمل الدولة جاهدة على تنظيف الماء ملطف طبعا يعني مخفف ملطف بمعنى مخفف جهاز التكييف مخفف للحرارة بمعنى ملطف للحرارة ملائم طبعا يعني مناسب واقول مثلا جو مصر مناسب لبيئة الطيور جو مصر او مناخ مناخ مصر مناسب ملائم لبيئة الطيور طيب نيجي بقى انشطة ما بعد القراءة طبعا ان شاء الله احنا هنحل انشطة كتاب الاضواء للتلات دروس على بعض بس في فيليو الوحدي علشان نراجع به التلات دروس دول وبعدين ان شاء الله نبقى ايه نبقى نحل في كل درس بقى ايه نشاط الاضواء على ما تجيبه كتاب بسما طيب اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين من اقدم الادوات التي تم استخدامها في الريب مصر الساقية ولا الشدوف ولا الخرطوم الخرطوم اقدم حاجة الشدوف طيب الساقية ادى على شكل ايه ديرة ولا مربع ولا مستطيل طبعا على شكل دائرة الريب الرش يكون في يكون في ايه بقى في خطوط مستقيمة ولا في خطوط دائرية ولا في جميع ما سبق نقوله جميع ما سبق لانه ينفع يكون مستقيم وينفع يكون دائري من وسائل الري الموفرة للماء الريب الرش ولا بالتنقيط ولا بالساقية طبعا بالتنقيط لانها بتنزل نقطة نقطة طيب هي الموفرة موفرة يعني بتحفز على المياه طيب مرادف معنى كلمة تأخذ طبعا نقوله تستغرق ده في الدارس خلي بالكم انما مسلا ممكن بتاخد كزا معنى تاني حسب معنىها في المكان يعني لو قلت مسلا ايه اه تأخذ القطة اللبن بفمها يبقى هنا مش تستغرق بقى يبقى هنا تأكل فهمتوا يبقى ايه المعنى الكلمة بيبقى حسب مكانها في الجملة طب مضاد قليل عكس قليل اكيد هيبقى ايه كسير طب جمع نبات اكيد هيبقى نباتات طب من مميزات الريب التنقيط انه يتحكم في اه يتحكم في ايه في الماء حلو وايه كمان والسماد وايه كمان وتقليل نمو الحشائش طيب الري يوضح قدرة الانسان على على ايه بقى طبعا تطوير وسائل الري ليقلل استهلاك الماء لانه هو طورها كانت شدوف بعد كده ساقية بعد كده رش بعد كده تنقيط ولسه بقى لسه مش عفين المستقبل قادم طيب هنا بقى عايزني اكتب اسم كل وسيلة من وسائل الري وحدد نوعها من حيص الحديث والقديم اول حاجة دي ايه دي الريب الايه دي اه دي بتاعتين اللي هي المصورة جنب كل زرعة وبتعمل ايه فيها بتنقط يبقى دي الريب الايه بالتنقيط وطبعا دي حديثة طب الرجل ده هو بيعبه بيعب من النهر وياخد الجردل يروح يدلقه في الزرعة هناك يبقى دا دا الشدوف صح وده قديم يبقى دي وسيلة قديمة هنا بقى هي السقية هي شفتوا هنا بقى جردل اكبر شوية فبتاخد من النهر وتفضف الحضة والحضة يود للزرعة اللي هو بنسميه الفحل يعني يبقى دي برضو ايه السقية وده قديمة طيب دا الرجل بقى واللي هو الاخير ريب الرجل وده حديث وسيلة حديثة طيب هنا بقى ديني ايجابيات الحديثة وسلبيات القديمة طبعا ايجابيات الحديثة هنقول له ايه اولا بتقلل الري مفيش مجهود ووقته قليل في نفس الوقت بتوفر في المية تلاتة بتزيد الانتاج اما لو جينا لسلبيات القديمة عايزة جهد كبير وعايزة وقت طويل يعني جهد الرجل واقف على رجلين ما ليعمل وسايا دي في حيوان بيلفها طيب تهدر الكثير من الماء في ماء بيضيع كتير بيهضر بتعطي انتاج قليل تمام طيب دلوقتي القراءة الجهرية انك انت تقرأ الدرس كله وتشوف الكلمات اللي احنا طلعنا معناها وطبعا احنا هنوفر وقت الفيديو وكده كده انت ايه تقرأ قدام ماما وبا في البيت طيب نيجي للتمارين لاحظ وقت اشوف لاحظ الجدول ثم املأ الناقص مني هاتلي فعل موضي كتبه كتبه هاتلي اي فعل موضي تاني هو جاي برسمة تحته تمام فانت تقول له ايه هنا نقول له مسلا اه هو هنا عايز طب نكمل في الاول وبعدين نكمل دولة فعل ماضي اكيد فعل مضارع فعل امر لان ده يكتب يلعب يرسم صح كده طيب نجيب ما اصلا لعبة نجيب كمان اه اه العب ما هو فعل امر بقى ما احنا باشين كده كتبه يكتبه اكتب لعبة يلعبه العب طب هنا ها شاربه طب وهنا يشرب صح؟ ها اشرب فعله امر بقى طيب رسم ها يرسم ها ارسم تمام طيب من خلال الجدول السابق اللي فوق ده اجيب عما يلي كل الكلمات التي في الجدول تدل على اسماء ولا افعال ها ولا يا حوف ولا ايه بالضبط اكيد افعال صح كده فهنقول له تدل على فعل طيب ما حدث وانتهى يسمى فعلا كذا حدث وانتهى خلص يعني خلص يبقى ده فعل ماضي طب اللي ما زال يحدث بنسمى ايه بنسمى مضارع طب اللي ما دل على طلب الحدوث اللي هو اشرب افعل اكتب ارسم ده امر بنسمى فعل امر تمام طيب لاحظ ثم اختر الاجابة الصحيحة حرس العامل المصنع حقق السباح ركما قياسيا يصب نهر النيلي في مصرع الجمل السابقة جمل فعلية ولا اسمية تعالوا نشوف حرس حقق يا صبو يبقى فعلية لانها بدأ بفعل يبقى دي جمل فعلية لانها تبدأ اكيد بفعل طالما فعلية تبدأ بفعل طيب الجملة الفعلية تتكون من مبتدأ وخبر ولا فعل وفاعل ولا جار ومجرور طبعا يتبدأ بفعل يا اخواتنا يبقى تتكون من فعل وفاعل الذي يقوم بالفعل بنسميه مبتدأ ولا خبر ولا بنسميه فاعل طبعا بنسميه فاعل تمام نشط ثلاثة حدد درق ني الجملتين الاتيين كما في المثال يزقعوا الاسد بقوة الفعل يزقر الفاعل الاسد حلو يضخوا القلب الدم الفعل يضخوا والفاعل القلب والمفعول بقى اللي هو الدم اللي بيتضخ طيب تغرد العصافير فرحا تغرد الفاعل الفاعل العصافير اللي بتغرد يبقى العصافير عبر بجملة فعلية عن كل صورة مما يأتي البنت بتعمل ايه هنا بتشم الورد صح فعلية يبقى هبدأ بالفعل اقول له تشم البنت الوردة او الزهرة طيب الاطفال هنا بيعملوا ايه الاطفال هنا بيرسموا فهقول يرسموا الاولاد اللوحة طيب الراجل ده بيعمل ايه بقى ده اللي بيغوص تحت الماء ده يغوص الولد تحت الماء تمام طيب نيجي هنا بقى لاحظوا المملأ الجدول ابحرة السفينة تفتحت الازهار نضجت السمرات هنا بقى كلها جملة فعلية لانها بدأت بفعل هو عاوزني بقى اعمل ايه اعرب الفاعل واشوف نوعه ايه وعلامة رفعه ايه اول حاجة ابحرت السفينة السفينة الفعل ابحرت الفاعل هو السفينة نوعه مفرد علامة رفعه الضمة يبقى اذا الضمة ترفع الفاعل المفرد طيب تفتحت الازهار الفعل اللي تفتحت طيب الفاعل اكيد الازهار صح كده يبقى الازهار نوعه اوعى تقول لي مفرد جمع يا استاذ صح كلامك جميل بس احنا عندنا تلت نواع من الجمع في جمع مذكر وجمع مؤنس وجمع تكسير هنا بقى جمع ايه جمع تكسير يبقى ده جمع ايه تكسير علامة رفعه هيبقى برضو الضمة لان جمع التكسير يرفع بالضمة برضو طيب نضجت الثمرات الفعل نضجت هاضر والفاعل الثمرات جمع ايه ده يا حلوين الف وتاء هو ها مؤنس سالم حلو خالص طيب جمع مؤنس سالم علامة رفعه ايه علامة رفعه برضو الضمة يبقى اذا الفاعل اذا كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنس سالم يرفع بالضمة تمام طيب وطبعا زي الخبر بالضبط اذا كان مسنة يرفع بالالف واذا كان جمع مذكر يرفع بالوا وتعال نشوف الفاعل جمع تكسير تفوقت الطالبات انا بيقول اختر جب الصحام بن القسان ولا تفوق الطلاب ولا تفوق الطالبان طبعا جمع تكسير الجمع تكسير مفهوش الف وتاء علشان ده مؤنس سالم وهنا ده مسنة طالبان تفوق الطلاب هو ده اللي جمع ايه تكسير المرة ده عايز الفاعل مفرد مذكر ارتفع الطائر ولا الطائرة ولا الطائرات مفرد يبقى الطائر صح كده تمام جمع مؤنس السباح ولا السباحون ولا السباحات مؤنس الف وتاء يبقى السباحات تقدمت سباحات تمام طيب تعالوا بقى نكمل بيقول لي هنا لاحظ مملأ الجدوى فاز اللاعبان هنا بقى خلي بالي اللاعبان الف ونون والمتسابقان الف ونون والطالبان الف ونون تمام يبقى اللي احنا قلنا عليها اللي هو هيرفع الفاعل المردي بالالف فاز ده الفعل طب الفاعل بتاعك نقول له اللاعبان طب نوعه مسنة وعلمة الرافع الالف تعادل المتسابقان الفعل تعادل والفاعل موجود وبرضو نوعه مسنة وبرضو علامة الرافع الايه الالف يبقى هناك كانت تضمى هنا الالف لانه مسنة ركزوا راسم الطالبان الفعل راسم الفاعل الطالبان النوع مسنة علامة الرافع الالف ايضا تمام هنا بقى تقدم المجدون سكت المستمعون انشد المنشدون تقدم المجدون كلمة الفعل تقدم طيب الفاعل المجدون طيب نوعه جمع مذكر سالم علامة الرافع الواو طيب الفاعل هنا سكت والفاعل المستمعون موجودة نوعه برضو وونون يبقى جمع مذكر سالم طيب علامة الرافع برضو الواو صح طيب انشد المنشدون الفعل انشد والفاعل المنشدون علامة الرافع نوعه جمع مذكر سالم وعالمة الرفع الايه الواو يبقى نفس الموضوع بالزبط بس كل الحكاية ان احنا رفعنا هنا مرة بالالف ومرة بالواو بالالف المسنة وبالواو جمع المذكر السالم ما عدا زلك بالضمة تلاتة اللي احنا اخدناهم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنس السالم اختر اجابة الصحيحة تشاجر الطفلان ولا الطفلين هو مرفوع بايه ان شاء الله بالالف يبقى الطفلان طب انطلقت المسابقة ولا المسابقة ولا المسابقة طبعا مرفوع يبقى المسابقة بالضمة صح طيب غردت العصافير ولا العصافير ولا العصافير طبعا طبعا فاعل يبقى بالضم غردت العصافير وصل المسافرين المسافرينة ولا وصل المسافرونة طبعا هنا جمع ايه جمع مذكر سالم يقابل وو النون وصل المسافرونة طيب نشاطة اربعة ضع خطا تحت المطلوب فاعل مفرد مؤنس مفرد مؤنس يظهر النجم ليلا ولا تظهر النجمة ليلا ولا النجوم المؤنس بنعرفه بالتاء صح كده يبقى تظهر النجمة ليلا طب فاعل جمع مذكر سالم بالو والنون بقى حضرت المكرمات ولا المكرمون ولا المكرم طبعا المكرمون بالو والنون فاعل مسنة مؤنس تفوقت التلميزتان ولا التلميزان ولا تفوق التلميز طبعا التلميز دي لا هي يا اما التلميزتان يا اما التلميزان الف ونون علامة المؤنس طبعا بما انه مؤنس يبقى لازم نزود تا تبقى التلميزتان تمام طيب حدد الخطأ ثم صوبه على الصوته اه طبعا المفروض الصوته تبقى الصوته تمام يبقى هنضمها الصوته اتنين انتصر الجيشيني هتبقى الجيشيني لأ طبعا هتبقى ايه الجيشان عشان يرفع بالايه بالالف انتصر الجيشان تصافح المتنافسيني ها طبعا نفس الموضوع احنا ممكن نقول المتنافسين وممكن نقول المتنافسون عشان تبقى وونون ها صح كده براحيتنا يمتص النحلة الرحيقة طبعا المفروض النحلة دي تبقى النحلو علشان هو ايه فاعل طيب اكمل قصة لقاتها في خمسة اسطر انا شايف البنت مسلا بتساعد والدها هي بتلم الضرة وهو بيزع فمسلا امكم نقول له ايه ها وجدت جدي يعمل بنشاط ها المنزر جميل البيئة نظيفة قال جدي اهلا يا بنيتي قلت اهلا يا جدي اي جمل اي جمل تبقى في الصورة كانت يمعمل حوار فسألته كيف تذرع الظرة قال جدي نضع الحبة في الارض ثم نروي الارضة فتخرج الحبة بهذا الشكل الذي امامك وقال لي اجمعي بعض الخضروات والفواقع اي جمل طبعا تعرف ايه تكتبها دي طبعا كانت اخر حاجة معانا لان هنا ايه اه اه بيقول لي شارك الراكم خمسة انت تمتلك قطعة ارض كبيرة بجوار النهر والمطلوب منك ان تختار وسيلة للرية حتى تمد الارضة بالماء اكتبها سيل وسيلة وسيلة باختيارك طبعا هختار وسيلة التنقيط عشان بتحكم في المية وتزيد الانتاج ووالى اخره تمام وصلنا لنهاية الفيديو انتظر المزيد بالتوفيق للجميع والسلام السلام عليكم ورحمة الله